حدثنا سفيان عن أبي حازمين عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت أنا والساعة كهذه من هذه حدثنا سفيان عن أبي حازمين عن سهل ابن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها حدثنا سفيان حدثنا أبي حازمين قال سمعت سهل ابن سعد يقول أنا في القوم إذ دخلت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لا كفر فيها رأيك فقال رجل زوجنيها فلم يجبه حتى قامت الثالثة فقال له عندك شيء قال لا قال اذهب فاطلب قال لم أجد قال فاذهب فاطلب ولو خاتما من حديد قال ما وجدت خاتما من حديد قال هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا قال قد أنكحتكها على ما معك من القرآن حدثنا سفيان عن أبي حازمين عن سهل بأي شيء دووي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان علي يجيء بالماء في ترسه وفطمة تغسل الدمى عن وجهه وأخذ حصيرا فأحرقه فحش به جرحه حثنا سفيان عن أبي حازمين عن سهل بن سعد قال كان من أثل الغابة يعني من برى النبي صلى الله عليه وسلم حثنا سفيان عن أبي حازمين سامع سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نابه شيء في صلاته فليقول سبحان الله إنما التصفيح للنساء والتصبيح للرجال حثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد اطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مدرا يحق به رأسه فقالا لو أعلمك تنتظر لطعنت به عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصري حثنا سفيان عن الزهري سمع سهل بن سعد شهد النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعين فطلعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة قالا يا رسول الله أن أمسكتها فقد كذبت عليها قال فجاءت به للذي كان يكره حثنا وكيع حدثنا جرير بن حازمين وسفيان عن أبي حازمين عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة حثنا وكيع حدثنا ربيعة بن عثمان اللتيمي عن عمرنا ابن أبي أنس عن سهل بن سعد قال اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسيس على التقوى فقال أحدهما هو مسجد الرسول وقال الآخر هو مسجد قباء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هو مسجدي هذا حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني أبو حازمين من الأفزر مولى الأسودي بن سفيان المخزومي عن سهل بن سعد الساعدي من بني عمر في منازعة فذكر الحديث حثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن أبي حازمين عن سهل بن سعد قال كان بين ناس من الأنصار شيء فانطلق إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم فحضرت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر فقالا يا أبا بكر قد حضرت الصلاة وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا فأأذن وأقيم فتتقدم وتصلي قال ما شئت فافعل فتقدم أبو بكر فاستفتح الصلاة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفح الناس بأبي بكر فذهب أبو بكر يتنحف أو ما آه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مكناك فتأخر أبو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما قضى الصلاة قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت قال ما ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأنتم لما صفحتم قالوا لنعلم أبا بكر قالا إن التصفيح للنساء والتصبيح للرجال حفن آنس بن عياض حدثني أبو حازمين لا أعلمه إلا عن سهل ابن سعد قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إياكم ومحقرات اللف ذنوب كا قومين نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم وإن محقرات اللف ذنوب متى يأخذ بها صاحبها تهلكه وقال أبو حازمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو ضمرة لا أعلمه إلا عن سهل ابن سعد قال قال مثلي ومثل الساعة كهاتين وفرق بين أصبعيه الوسطى والتي طليء الإبهام ثم قال مثلي ومثل الساعة كمثل فرسير هائم ثم قال مثلي ومثل الساعة كمثل رجل إن بعثه قومه طليعة فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه أطيتم أطيتم ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ذلك حسنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي حازمين قال سمعت سهل ابن سعد يقول كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على رقابهم كهيئة الصبيان فيقال للنساء لا ترفعنا رؤوسك حتى يستوي الرجال جلوسا حسنا عبد الرزاق أخبران معمر عن أبي حازمين عن سهل ابن سعد ارتج أحد وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيداني حتنا أبو عبد الرحمن حدثنا عياش يعني ابن عقبة حدثني يحيى بن ميموء وأبو الحسين زيد بن الحباب قال حدثني عياش يعني ابن عقبة قال حدثني يحيى بن ميموء المعنى وقف علينا سهل بن سعد فقال سهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة حسنا أبو النضر حدثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله بن دينار عن أبي حازمين عن سهل بن سعد قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل في بعض مغازيه فأبل بلاء حسنا فعجب المسلمون من بلائه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار قلن في سبيل الله مع رسول الله الله ورسوله أعلم قال فخرج الرجل فلما اشتدت به الجراح وضع ذباب سيفه بين ثديه ثم اتكأ عليه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له الرجل الذي قلت لهما قلت قد رأيته يتضرب والسيف بين أضعافه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يبدو للناس وإنه لمن أهل النار وإنه لا يعمل عمل أهل النار النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة حدنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله بن دينار حدثنا أبو حازمين عن سهل بن سعد أنه قيل له هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية قبل موته بعينه يعني الحوارة قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية بعينه حتى لقيا لها عز وجل فقيل له هل كان لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل قيل له فكيف كنتم تصنعون بالشعير قال ننفخه فيطير منه مطار حدثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن أبي حازمين عن أبيه عن سهل بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لعيش إلا عيش الآخرة فاخفر للمهاجرين والأنصار حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أبو حازمين عن سهل بن سعد قال كان قتال بين بني عمر وبني عوف فبني فلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم وقالا يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آت فمر أبا بكر فليصل بالناس قالا فلما حضرت العصر أقام بلال الصلاة ثم أمر أبا بكر فتقدم بهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دخل أبو بكر في الصلاة فلما رأوه صفح وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر قال وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يتفيد فلما رأى التصفيح لا يمسك عنه فتفت فرأ النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأومأه فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أمضه فقام أبو بكر هنية فحمض لها على ذلك ثم مشى القهقر قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل بالناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك أن لا تكون مضيت قال فقال أبو بكر لم يكن لابن أبي قحافة أن يا أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للناس إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء حثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أبو حازمين عن سهل بن سعد قال كان قتال بين بني عمر بن عوف فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم وقالا يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آت فمر أبا بكر فليصلي بالناس قالا فلما حضرت العصر أقام بلال الصلاة ثم أمر أبا بكر فتقدم بهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دخل أبو بكر في الصلاة فلما رأوه صفح وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر قال وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يتفيد فلما رأى التصفيح ليمسك عنه فتفت فرأ النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأومأ فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أمضه فقام أبو بكر هنية فحمض لها على ذلك ثم مشى القهقر قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل بالناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال قال يا أبو بكر ما منعك إذ أومأت إليك أن لا تكون مضيت قال فقال أبو بكر لم يكن لابن أبي قحافة أن يا أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للناس إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا حمد بن زيد عن أبي حازمين عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للجنة بابا يقال له الريان قال يقال يوم القيامة أين الصائمون هل أم إلى الريان فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب حثنا عفان حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي حازمين عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للجنة بابا يدعى الريان يقال يوم القيامة أين الصائمون فإذا دخلوه أغلق فلم يدخل منه غيرهم قال فلقيت أبا حازمين فسألته فحدثني به غير أني لحديث عبد الرحمني أحفظه حثنا سعيد بن منصور حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازمين عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكفل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما قليلا حدثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازمين أخبرني سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا أعطي أن هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فبات الناس يدوكو ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقال هو يا رسول الله يشتكي عينيه قال فأرسله إليه فأتي به فبسق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في عينيه ودع له فبري حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكون مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا وحدا خير لك من أن يكون لك حمر نعم حفنا قوتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازمين قال سمعت سهلا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فراطكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يضمأ بعده أبدا ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم قال أبو حازمين فسامعاني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث فقال هكذا سمعت سهلا يقول قال فقلت نعم قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لا سمعت يزيد فيقول إنه مني فيقال إنك لا تدري ما عمل بعدك فأقول صحقا صحقا لمن بدل بعدي حنا عفان حدثنا عمر بن علي قال سمعت أبا حازمين عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توكل لي ما بين لحييه وما بين رجليه توكلت له الجنة حفني إسحاق بن عيسى حدثنا مالك عن أبي حازمين عن سهل بن سعد الأنصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال لا والله لا أغثر بنصيب منك أحدا قال فت الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده حنا سريج بن النعماني حدثنا أبن أبي حازمين قال أخبراني أبي عن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة آتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها قال سهل وهل تدرون ما البردة قالوا نعم هي الشملة قال نعم فقالت يا رسول الله نسجت هذه بيدي فجئت بها لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج علينا وإنها لا إزاره فجسها فلان بن فلاء رجل سماه فقال ما أحسن هذه البردة إكسنيها يا رسول الله قال نعم فلما دخل طواها وأرسل بها إليه فقال له القوم والله ما أحسن تكسيها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها إليها ثم سألته إياها وقد علمت أنه لا يرد سائلا فقال والله إني ما سألته لألبسها ولكن سألته إياها لتكون كفاني يوم أموت قال سهل فكانت كفناه يوم مات حثنا هارون بن معروف وسمعته أنا من هارون بن معروف أخبرنا أبن وهبن حدثني أبو صخر أن أبا حازمين حدثه قال سمعت سهل بن سعد يقول شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى ثم قال في آخر حديثه فيها ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا على قلب بشر خطر ثم قرأ هذه الآية تتجاف جنوبهم عن المضاجع يضعون ربهم خوفا وطماعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعيو جزاء بما كانوا يعملون حان نوح بن ميمو أخبرنا مالك عن أبن شيهاب أخبرني سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسائل وعابها حفنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي حازمين عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة حفنا ربعي بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي حازمين أن سهل بن سعد قال رأيت فطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم أحد أحرقت قطعة من حصير ثم أخذت تجعله على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بوجهه قال وأتي بترس فيه ماء فغسلت عنه الدم حفنا أبو كامل حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد حدثنا ابن شيهاب عن سهل بن سعد قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي قال فقال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد رجلا مع امرأته فقتله أيقتل به أم كيف يصنع قال فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل قال فلقيه عويمر فقال ما صنعت قال ما صنعت إنك لم تأتيني بخير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل فقال عويمر والله لا آتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيه ما قال فدع به ما فلعنا بينهما قال فقال عويمر لئن انطلقت بها بها يا رسول الله لقد كذبت عليها قال ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال فصارت سنة في المتلى عينين قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أسحى ما أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كذبا قال فجاءت به على النعط المكروه حفن أبن إدريس حدثن أبن إسحاق عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال لما لعن عويمر أخو بني العجلان امرأته قال يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي حازمين عن سهل بن سعد قال سمعته يحدث أن حدثنا امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قال فهل تقرأ من القرآن شيئا قال نعم قال ماذا قال سورة كذا وكذا وسورة كذا وسورة كذا قال فقد أملكتكها بما معك من القرآن قال فرأيته يمدي وهي تتبعه حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم من ستر حجرته وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم ما مدرا فقالا لو أعلموا أن هذا ينظرني حتى آتيه لطعنت بالمدر في عينه وهل جعل الاستئذان إلا من أجل البصري حنا سفيان عن أبي حازمين عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ابو عثت أنا والساعة كهذه من هذه حدنا يزيد حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن أبي حازمين عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم حثنا روح وإسماعيل بن عمر قال حدثنا مالك عن أبي حازمين عن سهل بن سعد السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن كان ففي الفرس والمرأة وفي المسكن يعني أشوئي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق ويعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق حدثني عباس بن سهل بن سعد عن أبيه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي أقبطها إليك حتى تلدى عندك فإن تلده أحمر فهو لأبيه الذي انتفى منه لعويمر وإن ولدته قطط شعري أسود اللسان فهو لابن السحماء قال عاصم فلما وقع أخذته إلي فإذا رأسه مثل فروة الحمل الصغير ثم أخذت قال يعقوب بفقميه فإذا هو أحمر مثل النبقة واستقبلني لسانه أسود مثل التمرة قال فقلت صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن الحريث حدثني الأسلمي يعني عبد الله بن عامر عن عمرنا بن أبي أنس عن سهل بن سعد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن المسجد الذي أسيس على التقوى قال هو مسجدي حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن معي حدثنا هشام بن يوسف عن معمر وحدثنا أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا هشام بن يوسف حدثنا معمر عن أبي حازمين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمة سبعون ألفا أو قال سبع مئة ألفا بغير حساب حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا مصعب بن ثابت عن أبي حازمين عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا المؤمن مألفة ولا خير في من لا يألف ولا يألف حسنا حسين بن محمد حدثنا محمد بن مطرف عن أبي حازمين عن سهل أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بري على ترعة من ترع الجنة فقلت له ما الترعة يا أبا العباس قال الباب حسنا سليمان بن داود الهاشمي وإسحاق بن عيسى قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمني عن أبي حازمين عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصائمين بابا في الجنة يقال له الريان لا يدخل منه غيرهم إذا دخل آخرهم أغلق من دخل منه شرب ومن شرب منه لم يضمأ أبدا حدثنا أبو نوح حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حسنا وكيع بن الجراح حدثنا سفيان عن أبي حازمين عن سهل بن سعد وعبد الرحمني حدثنا سفيان عن أبي حازمين عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها حسنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي حازمين عن سهل بن سعد وعبد الرحمني حدثنا سفيان عن أبي حازمين عن سهل بن سعد قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح في الصلاة للرجال والتصفيق للنساء حسنا عبد الرحمني بن مهدي وإسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن أبي حازمين عن سهل بن سعد قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة حسنا بشر بن المفضل حدثنا أبو حازمين عن سهل بن سعد قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا بهز حدثنا حماد يعني ابن سلمة أخبرنا أبو حازمين عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبني عمر بن عوف في لحاء أي خصامين كان بينهم ليصلح بينهم فحانت الصلاة فقال بلال لأبي بكر أقيم وتصلي بالناس فقال أبو بكر نعم فأقام بلال وتقدم أبو بكر ليصلي بالناس فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرق الصفوف فصفح القوم وكان أبو بكر لا يكد يتفط في الصلاة فلما أكثر أتفت أبو بكر فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرق الصفوف فتأخر أبو بكر وأوماء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مكانك فتأخر أبو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل بهم بهم فلما قضى صلاته قال يا أبا بكر ما بالك إذ أومأتوا إليك لم تقم قال ما كان لابن أبي قحافة أن يا أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لاكم إذا نابكم أمر صفحتم سبحوا فإن التصفيح للنساء حتنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن أبي حازمين عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع اليمن على اليسرى في الصلاة قال أبو حازمين ولا أعلم إلا ينمي ذلك قال أبو عبد الرحمن ينمي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأت على عبد الرحمن عن مالك وحدثنا إسحاق أخبرنا مالك عن أبي حازمين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أمرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فاتمس شيئا فقال ما أجد شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديد فاتمس فلم يجد شيئا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتك ها بما معك من القرآن قا قرأت على عبد الرحمن عن مالك عن ابن شيهاب وحدثنا اسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن ابن شيهاب أن سهل بن سعد أخبره أن عويميرا العجلانية جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل صلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبول على العاصمين مما يسمع قال اسحاق ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاصم لعويمر لعويمر لم تأتيني بخير فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى آت النبي صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها قال سهد بن سعد فتلعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله أن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن أبي حازمي بن دينار عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فذكر الحديث قال فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمكث مكانك فرفع أبو بكر يديه إلى السماء فحمض صلى الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم أستأخر أبو بكر حتى أستوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل فذكر مثل معنى حديث حمضي بن سلمة حثنا حجاج حدثنا ليث بن سعد حدثني عقيل بن خالد عن أبن شهاب عن سهل أنه قال إن رجلا من الأنصار جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله قال فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من التلاعن فقال قد قضي فيك وفي امرأتك قال فتلعن وأنا شاهد ثم فارقها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حنا حماد بن خالد حدثنا عبد الله يعني ابن عمرأ عن العباسي بن سهل الساعدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستند إلى جفع فقال قد كثر الناس ولو كان لي شيء يعني أقعد عليه قال عباس فذهب أبي فقط عيدان المنبري من الغابة قال فما أدري عملها أبي أو استعملها حفنا ربعي بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن أبن أبي ذباب عن سهل بن سعد قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبر ولا غيرهما كان يدعو إلا يضع يديه حذ ومنكبيه ويشير بأصبعه إشارة حدثنا هاشم حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي سلمة عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي عن عاصم بن عدي قال جاءه عويمر رجل من بني عجلان فقال يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتله أم كيف يصنع سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبرع العاصمين ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك إلا أنه قال فطلقها قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان في راقه إياها سنة في المتلعينين حثنا يونس حدثنا العطاف بن خالد حدثنا أبو حازمين عن سهل بن سعد قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها حدثنا حسين حدثنا محمد بن مطرف عن أبي حازمين عن سهل بن سعد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول روحة في سبيل الله فذكر معناه حسن إسماعيل بن عمر حدثنا مالك عن أبي حازمين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة حدثنا حسين بن محمد حدثنا الفضيل يعني ابن سليمان حدثنا محمد يعني ابن أبي يحيى عن أمه قالت سمعت سهل بن سعد السعدي يقول سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي من بضاعة حدثنا حسين عن الفضيل يعني ابن سليمان حدثنا محمد بن أبي يحيى عن العباس بن سهل بن سعد السعدي عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بها الخندق فأخذ الكرزين فحفر به فصادف حجرا فضحك قيل ما يضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحكت من ناس يؤطى بهم من قبل المشرق في النكول يساقون إلى الجنة حسنا حسين حدثنا محمد بن مطرف عن أبي حازمين عن سهل بن سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت والساعة هكذا وأشار بأصبعه السبابة والوسطى حسنا حجين بن المثن حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي سلمة عن أبي حازمين القاصي عن سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم آت فقالا إن بني عمر بن عوف قد اقتتلوا وتراموا بالحجرة فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال أتصلي فأقيم الصلاة قال نعم قال فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر فلما دخل في الصلاة وصف الناس وراءه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث ذهب فجعل يتخلال الصوف حتى بلغ الصف الأول ثم وقف وجعل الناس يصفقون ليؤذن أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر لا يتفط في الصلاة فلما أكثر عليه التفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه مع الناس فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن أثبت فرفع يديه كأنه يدعو ثم استأخر القهقر حتى جاء الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل بالناس فلما فرغ من صلاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالكم ونابكم شيء في صلاتكم فجعتم تصفقون إذا ناب أحدكم شيء في صلاته فليسبح التصبيح للرجال والتصفيق للنساء للنساء ثم قال لأبي بكر لما رفعت يديك ما منعك أن تثبت حين أشرت إليك قال رفعت يدي لأني حمدت لها على ما رأيت منك ولم يكن ينبغي لابن أبي قحافة أن يا أم رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا يحيى بن إسحاق حدثنا أبن لهيعة عن محمد بن عبد الله بن مالك عن سهل بن سعد الأنصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي مفصلاته عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خديه حثنا حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا بكر بن سوادة عن وفاء بن شريح الصدفي عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيكم كتاب الله يتعلمه الأسود والأحمر والأبيض تعلموه قبل أن يأتي زمان يتعلمه ناس ولا يجاوز تراقيهم ويقومونه كما يقوم الساهم فيتعجلون أجره ولا يتأجلونه حثنا إسماعيل بن عمر الوسطي حدثنا مالك عن أبي حازمين عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن كان الشؤم ففي المرأة والفرس والمسكن حثنا موسى بن داود قال قرية على مالك أبو حازمين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن شماله الأشياخ فقال للغلام أتأذن في أن أعطيه هؤلاء فقال والله يا رسول الله ما كنت لأوثر بنصيب منك أحدا حثنا عصام بن خالد وأبو النضر قال حدثنا العطاف بن خالد عن أبي حازمين عن سهل بن سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو النضر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وموضع صوت في الجنة قال أبو النضر من الجنة خير من الدنيا وما فيها حثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه وعباس بن سهل عن أبيه قال مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب له فخرجنا حتى أنطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى إذا أنتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجلس ودخل ووأتي الجونية فعزلت في بيت في النخل أميمة بنت النعمني بن شراحيلة ومعها داية لها فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هبي لنفسك قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة قال أبي وقال غير أبي أحمد امرأة من بني الجوني قالوا لها أمينة قالت إني أعوذ بالله منك قال قال لقد عذت بمعاذ ثم خرج علينا فقال يا أبا سيد اكسها فارسيتين وألحقها بأهلها حتى ناسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن أبي حازمين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة حتى ناسحاق بن عيسى حدثنا عبد العزيز بن أبي حازمين عن أبيه عن سهل بن سعد أنه سئل عن المنبري من أي عود هو قال أما والله إني لا أعرف من أي عود هو وأعرف من عمله وأي يومين صنع وأي يومين وضع ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم أول يومين جلس عليه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرأة لها غلام نجار فقال لها مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواد أجلس عليها إذا كلمت الناس فأمرته فذهب إلى الغابة فقطع الطرفاء فعمل المنبرة ثلاث درجات فأرسلت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع في موضعه هذا الذي ترون فجلس عليه أول يومين وضع فكبره وعليه ثم ركع ثم نزل القاقر فسجد وسجد الناس معه ثم عاد حتى فرغ فرغاف لما انصر فقال يا أيها الناس إنما فعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاة فقيل لسهل هل كان من شأن الجذع ما يقول الناس قال قد كان منه الذي كان حتى هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله بن دينار عن أبي حازمين عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يومين في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها حتى نهاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله بن دينار عن أبي حازمين عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فراتكم على الحوض من ورد علي شرب ومن شرب لم يضمأ أبدا أبصرت أن لا يريد علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم قال فسامعني النعمان بن أبي عياش أحدث به فقال وأشهد أن أبا سعيد الخديرية يزيد فيه فيقول وأقول إنهم أمتي أوي مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك أو ما بدلوا بعدك فأقول صحقا صحقا لمن بدل بعدي حثنا يونس حدثنا عمران بن يزيد القطان بصري عن أبي حازمين عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من بري هذا على ترعة من ترع الجنة حانا حسين بن محمد حدثنا مسلم عن عبدي بن إسحاق عن أبي حازمين حدثني سهل بن سعد أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى بامرأة سماها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت فحده وتركها حثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازمين عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراؤون الغرفة في الجنة كما تراؤون الكوكب في السماء قال فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال سمعت أبا سعيد الخديري يقول كما تراؤون الكوكب الدرية في الأفق الشرقي أو الغربي حثنا أحمد بن الحجاج حدثنا عبد الله أخبرنا مصعب بن ثابت حدثني أبو حازمين قال سمعت سهل بن سعد السعدي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس حثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا أبن لهيعة عن بكري بن سوادة عن سهل بن سعد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتركب الناس ننمان كان قبلكم مثلا بمثل حثنا حسن بن موسى أخبرنا أبن لهيعة تحدثنا جميل الأسلمي عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا يدركني زمان أو لا تدركوا زمانا لا يتبع فيه العليم ولا يستح فيه من الحليم قلوبهم قلوب الأعاجم وأسنتهم أسنة العرب حثنا حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا أبو زرعة عمرو بن جابر عن سهل بن سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسب تبعا فإنه قد كان أسلم اشتركوا في القناة